جي تي اي صن اندرس نسخة البطاطا شباب انتم متخيلين هذا يا الله طبعا هذا اللعبة فيها الجرافيك مرة معفن شباب مرة معفن طبعا هذا مود وسنجربه في هذا الفيديو لا تنسى والله كل اشتراك ويا الله نبدأ شباب طبعا راح ادخل بهذا الشكل انظروا شباب جي تي اي صن اندرس بوتايتو اديشن نسخة البطاطا وسأضع عنوان الفيديو بانها تشتغل على الاحاسبة وهكذا لا يعتبر كليك بيت ولا شيء المهم هي بالفعل شباب تظنوا بانها تشتغل على الاحاسبة وهاتف النوكيا وهكذا انظروا انظروا المود نسخة البطاطا بالفعل انظروا الجرافيك اللي فيها طبعا كما قلت لكم شباب هذا مود مود تركبه في اللعبة اسمه مود مود نسخة البطاطا جي تي اي صن اندرس نسخة البطاطا طبعا يخلي اللعبة فيها الجرافيك مرة يعني معفن وهكذا وايضا يزيد الفي اس شباب انظروا انا الاحظ بان اللعبة صارت خفيفة من قبل كانت خفيفة لكن الان صارت اخف لانه الجرافيك فهو ناقص وهكذا نقصوا في الجرافيك بشكل كبير سنستكشف بطبيعة الحال انظروا حتى الشخصيات انا لاحظ بان سي جي لم يتغير لكن الشخصيات شباب يعني غيروهم جعلوا الجرافيك الخاص بهم هكذا يعني انظروا كيف واو ما عندهم وجه نهائيا ولكن سي جي يعني لم يتغير لاحظتم خلوا سي جي لك يعني انت تلعب به وتستكشف اوكي انظروا ايضا هذا الشخصيات هنا عوذوا بالله ما هذا الوجه تبدو مثل ذلك الروبوت اللي يلبسوه ملابس شباب يكون في محل الملابس تعرفوه تلك الدمية المام انظروا انظروا كرتون عوذوا بالله مثل الكرتون وجهه شباب يعني كرتون علبة الكرتون انظروا هذه واو جدا شباب لاحظتم خلينا مثلا ناخد سيارة شباب ونشوف اوكي انظروا عندهم الاسلحة وايضا سنرى الاسلحة شباب تذكرت صحيح هيا نذهب الى مكان يكون واضح لكي نرى الاسلحة يلا هنا يووو والله يو القرافيك ما هذه الاشياء اللي تطير وطف لا اعطم القرافيك اقسم بله انه مرة معفن ايضا الاشجار انظروا شباب الاشجار هنا النخيل تبدو عادية لكن انظروا تلك الشجرة يعني منحي الأوراق الخاصة منزوعة شباب منزوعة انظروا كيف لاحظتم كيف ويالغرافيك كم هو معفن ما هذا جدار مخفي انظروا كيف يو الله يالغرافيك شباب اقسم بليه انه سيئ جدا يلا نشوف الأسلحة حتى الكتابات شباب انظروا كتابات كيف أصبحت تغيرت نعم لاحظتم كيف وايضا سريعة انظروا كيف سريعة لما نتحرك المهم خلينا نشوف الأسلحة الكتابات متغيرة انظروا اوكي الجرافيك الخاص بالأسلحة يعني ناقص شباب لاحظتم انظروا خلينا نشوف الأسلحة نعم انظروا الجرافيك الخاص بالأسلحة كيف أصبحت عوذ بالله يوم كانت من قبل فيها تفاصيل بعض الشيء لكن انظروا انظروا هذا السلاح شباب الام بي فايف ما فيه تفاصيل وهكذا انظروا الاي كاي والانفور عوذ بالله ماذا الجرافيك وطف لاحظتم السنايبر انظروا السنايبر كأنه حامل خشبة اوكي اوو عوذ بالله ماذا الايم لاحظتم الايم كيف هو شباب اين اين الطلق اناميشن يعني النار يعني لما تضرب الرصصة في الارض اين هي اريد ان اجرب الانفجار شباب نحصل على القرنيد اين هي قرنيد نعم لكي نرى الانفجار كيف سيكون هيا ارمي نعم لقد راميت وات تنفجر من دون انميشن شباب انظروا كيف وطف هيا نرمي على الشرطين جرب هل سيموت ام لا بوم لاحظتم شباب ما فيها انميشن نهائيا خلينا نجرب يعني الاسلحة اللي لاحظتم ايضا فوق شباب لما يكون سي جاي باللكمة تختفي انظروا تختفي اللكم والاسلحة الاخرى فهي ظاهرة خلينا نجرب انظروا كيف شباب هيا انفجر السيارة شوف كيف تنفجر هيا 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 وطف صارت سوداء هكذا يعني فرمشت عين يعني مباشرة منفجرت ولا شي ايضا هذا يطلع شباب انميشن انظرو كيف ووو تبدوا مثل يعني مثل كارتون شباب مثل كارتون وهكذا لاحظتم كيف يطلق انظرو ومرصومة كانها كما قلت لكم مثل كارتون ووو هادة ايضا تظهر بعض الشيbin انظرو يو الله متلتات برتقالية صغيرة أريد أن أرى المينيغان صراحة تخيلوا شباب كيف سيكون هذا المينشار كيف يكون وطف في الغرافيك مرة معفن المولوتوف ما رأيكم نجرب المولوتوف أين هي المولوتوف أين هي المولوتوف لا ها توقفت اللعبة أوكي يلا نجرب شباب مرة أخرى الأسلحة أوريكم يعني تلك المولوتوف القارورة اللي فيها النار أين هي المولوتوف أين هي أين هي نعم ها هي المولوتوف انظروا شكلها كيف شباب كيف أصبح هيا النارمي هنا لاحظتم كيف لا يوجد اناميشن ولا شيء احترق يسي جي لكي أرى وووو شباب انظروا لا تظهر فيه النار مع أني أتوقع بأنه يحترق الآن لكن لما تظهر انظروا 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 الدراجة كيف أصبحت والشرطي لحظتم الشرطي ها نحرق هنا نشوف ها انظروا شباب انظروا لم تشتعل فيها النار ويهرب والله غريب جدا صار اسود خلينا نشوف هنا انظروا متغيرة شباب الرسم للعلامات وكل شيء لاحظتم كيف انظروا هذه العلامة ايضا متغيرة نعم انظروا ينقص في كل شيء في الجرافيك الجرافيك الاسلحة كل شيء كل شيء شباب الجرافيك السيارات ايضا هنا هذه العلامات كيف اصبحت والله شيء الصراحة لا لا تقول لي توقفت اللعبة مرة ثانية مهت المود يا الموسيقى يا نسخة البطاطا سمعتم الموسيقى شباب تغيرت ايضا اوكي الان شباب حانا وقت نذهب الى بيت سي جي الى القروف ستريت لكي نرى كيف اصبح بيت سي جي هيا بنا نعم بالتليبورت يا حبيبي اين هو التليبورت نعم تليبورت هاكذا ضننت بانه توقفت اللعبة للمرة الثالثة وانظروا شباب انظروا حتى تلك العلامة الصفراء الخاصة بي يعني كيف ندخل للبيوت وكذا تغيرت انظروا كيف اصبحت والمنزل يو الله كيف اصبح مصنوع مصنوع من الكارتون شباب لاحظتم انظروا هذه الشجرة هنا كيف اصبحت عوذ بالله ما هذا شباب والله الجرافيك مرة معفن لا يوجد اعفن من هذا الجرافيك نسخة البطاطا يا حبيبي لاحظتم نجرب ندخل الى بيت من احد البيوت انظروا كيف غروف ستريت شباب لاحظتم لاحظت بانه هذا المود شباب مود نسخة البطاطا لما ركبته في اللعبة لاحظت بانه يوجد فيه مود يعني يوجد فيه مود فتح كل البيوت اللي في اللعبة يفتحها يخلينا يعني نستكشفها وهكذا اوكي خلينا ندخل مثلا الى هذا البيت وهو يتسلق في الخفاء شباب لاحظتم شيء مخفية يصعد فيه اوكي انظروا البيت هنا كيف اوه يتضارب معي بلعب ايا اخرج اوه خاف اوكي اهرب نايس الان سأذهب شباب الى يعني بيت سي جي لكي ينراه من الداخل وايضا نستكشف السيارة كيف اصبعت انظروا الدبابة يا الله كيف هي وتلك سيارة سويت انظروا كيف اصبعت سيارة سويت ملونة شباب لاحظتم انظروا انظروا اصبحت مشكوك في امرها شباب لاحظتم اوكي المهم اللي فهمني يفهمني اه المهم ايضا فوق شباب طائرة الهايدرا نصعد نشوفها كيف اصبحت يلا بينا اوكي اصعد هنا نعم لقد صعدنا شباب ونقفز اقفز اقفز نعم انظروا كيف اصبحت كأنها طائرة ورقية واه قسم بلي انه موض غريب جدا يلا يلا شباب ندخل نشوف بيت سي جي من الداخل كيف اصبح نعم واه غرافيك البطاطا لكن لا تلاحظوا الارضية ما زالت تلمع يعني كانت من قبل تلمع والان ايضا شباب تلمع حتى في الغرافيك هكذا بطاطا لكن تلمع انظروا كيف الاسلحة يا الله علامة السيف تغيرت بعض الشيء الكتابة جيتي اي صن اندرس اللوغو الخاص بجيتي اي صن اندرس ممحي كأنه ممحي بالميمحات شباب الخاصة ب يعني الميمحات تعرفونا اللي كنا ندرس ونمسح بها لقلم الرصاص انظروا كأنها ممسوحة هكذا لا حتى معودوا بلا ماذا الغرافيك خلينا نصعد فوق نشوف ايضا ماذا يوجد هنا اوكي انظروا كيف انظروا السرير الصور شباب ذلك القط ذلك القط اتمحها شباب او ليس اتمحها يعني ممسوح ممسوح لاحظتم يو الله يو الجرافيك كم هو معفن اظن بانه خلق اووو نعم شباب تلاحظون هذه الضائرة الحمراء تلك يعني ضائرة الحمراء اتوقع انكم تعرفونها الخاصة بالمهمات وهكذا انظروا كيف اصبحت اووو كأنها هكذا يعني كرسي اووشي انظروا لاحظتم ايضا الميديا هذا الميديا يو الله المرأة انظروا ناي الشباب لاحظتم كيف تغير كل شيء في اللعبة حرفيا صارت مرة معفنة وتشتغل أظن بأنه لما تركب هذا القرافيك ستشتغل على كل الهواتف حتى الهواتف يعني اللي يكون الرام الخاص بها 500 ميجا أتوقع يوجد هاتف فيه 500 ميجا الرام أو 1 جيجا يعني تشتغل على هاتفه يعني هذه النسخة نسخة البطاطا وتشتغل أظن أنها تشتغل على الحاسبة وهاتف النوكيا لاحظتم خلينا نشوف شباب السيارات يلا خلينا نشوف السيارات عود بالله يا الله يا السيارات انظروا الهليكوبتر كيف انظروا هذه الهليكوبتر يا الله ما عندها مروحية يا الله شباب انظروا انظروا الدبابة أظن تبقت كما هي شباب تغيرت قليلا انظروا وبقي السيارات تغيرت 360 درجة انظروا صارت ما فيها تفاصيل ولا شيء انظروا انظروا لماذا القوارب وهكذا ملونة بهذا الشكل وط الله غريب اوكي انظروا شيء غريب جدا المهم خلينا نختار شباب هليكوبتر ونركب فيها يلا هذه نركب فيها ونطير فوق المدينة ونشوف كيف اصبحت هي وانظروا ما عندها مروحية هل ستطير يلا نشوف نعم طارت من دون مروحية المهم شباب انظروا كيف الغرافيك انظروا من فوق كيف يبدو كل الأشياء اللي تكون بعيدة كلها تختفي شباب لاحظتم تظهر فقط الأشياء يعني القريبة انظروا الغرافيك يا الله انظروا انظروا اغرب موض جربتوا في قناتي حرفيا اغرب موض انظروا انظروا كيف تبدو شباب اعلم بنفس اللعبة كيف يبدو اريد ان ارى الصراحة اين مكانه خليني ارى نعم سأحدد مكانه في الخريطة هنا هاي اللي كي نذهب نرى كيف اصبح شباب انظروا البنية شباب كيف تختفي وترجع لحتهم لان الغرافيك هكذا يعني سيء جدا يا الله خلينا نشوف اعدادات الغرافيك كيف هي يا شباب انظروا كل شيء لو وهكذا يا الله كل شيء يعني مطفي الضلال وكل شيء يعني الغرافيك السيارة كل شيء مطفي والغرافيك لو اوه اقل شيء يعني لذلك انظروا الجرافيك كيف هو وايضا ذلك المود يعني مركب في اللعبة يخلي اللعبة اقل شيء جرافيك حتى انتم اذا يعني جعلتم اللعبة يعني الجرافيك الخاص بها سيء لن يبدو هكذا فقط بهذا المود مركب في اللعبة اصبح هكذا انظروا شباب ما رأيكم نقفز بي مظلة الهوبوت شباب هيا مظلة البالاشت نقفز بها اوه ظهرت بعض التفاصيل اوكي يلا نهبط بادي الشكل انزل انزل يلا انزل بادي الشكل نعم اوه عندنا اصلا مظلة عندنا اوه انظروا كيف تبدو يو الله هيا نقفز بها شباب روح يو والله جرافيك سيء جدا انظروا انظروا هيا افتح افتح نارا اوكي انظروا الخيوط ليست مبين الخيوط الخاصة بالمظلة لكن المظلة فهي فوق لاحظتم كيف شباب والله مود غريب شباب اغرب اغرب مود جربته في قناتي حرفين هذا هو اغرب مود موجد في اللعبة اتوقع ليوجد اغرب منه مود نسخة البطاطس لاحظتم نسخة البطاطا شباب وو لم نجرب النقود سيارة شباب لم نجرب هذا لذلك سنجربه انظروا السيارة كيف تبدو العجلات الخاصة بها مربعة شباب لاحظتم هاي اللي كي نقود انظروا يا الله هاي القرافيك ووو ووو انظروا هناك شباب كيف يعني هكذا مضلمة او لا ادري انظروا لما اقربت اظهر التفاصيل بعض الشيء تفاصيل ليست تفاصيل كثيرة لكن هاكذا تفاصيل يو الله يلا يلا نستكشفونا ايضا روح العجلة الخاصة بالسيارة لا تضروا ولا شيء مربعة انظروا انظروا يو الله اسوء اسوء غرافيك في اللعبة حرفيا ليه يجد اسوء من هذا الغرافيك شباب دهسناهم المهم انظروا ايضا الاشجار شباب لاحظتم كيف اصبحت الاشجار انظروا هناك ايضا الاشجار اوكي ولاحظت شيء شباب لاحظت بانه الناس لما يعني تموت لا يظهر الدم في الارض لاحظتم لان الغرافيك فهو ضعيف جدا انظروا لا يظهر الدم في الارض اقسم بليه انه اسوء غرافيك اسوء غرافيك لا يوجد اسوء منه انظروا ايضا هذا ليلة برتقالي تعرفوه شباب انظروا كيف اصبح شباب انظروا لافتت لا تظهر فيها وش مكتوب يعني فيها لا يظهر اعطوني رأيكم في التعليقات عن هذا الموض ولا تنسوا شباب الدعم لايك والاشتراك العيون هذا الموض الغريب جدا اللي جربنا اليوم ولا تنسوا الاشتراك ويلا شباب اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله ومع السلامة